السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كله عامين وأنتم بخير أحبابي الكرام اليوم إن شاء الله سنعرفوا الحلف بالله عز وجل يعني لا يجوزوا للمرء ما خصش الإنسان يحلف بغير الله عز وجل علاج هذا الشي اللي سنشوفه بعد هذا الفاصل إذا قلنا أحبابي في الله ما خصناش نحلفو إلا بالله وحده ما نحلفوش لا ببواتنا ولا بمواتنا ولا نحلف بأمي أو أبي أو إخوتي أو الخبز أو المكان أو الزمان أو ما دون ذلك بعض الدول يقولوا وحيات أبي أو وحيات أمي هذا خطر ويقولوا والنبي أو لا والكعبة هذا غلط لا يجبوا أن نحلف هكا ما خصناش نحلفو بحالكا لكن الحاجة الصحيحة نقولوا ورب النبي أو ورب الكعبة ولا نقولوا والله ولا نحلفو بشي صفة من صفات الله عز وجل ولا نبي أسماء الحسنة فقط هذا لا غير ولكن ما نحلفوش إلا في الأمور المهمة اللي نبغي ونأكدوا الأهمية ديلها ما نحلفوش غير هكاك بحالك اللعبو ما خصناش اللعبوه بالحلف بالله عز وجل حيات الحلف بالله أمر عظيم جداً عن الله عز وجل حيات اللي يحلف بالله كاذباً بالكذوب راهدنا بذنباً عظيماً خصوء يعني يمكن الله عز وجل يغضب عليه ويعدوه إلى ما تامش ويعهد الله عز وجل باش عمرو ما يحلف إلا بالله عز وجل وما نحلفوش إلا في الأمور المهمة إلا حلفنا نحلفو بالله عز وجل ما نحلفوش بالخبز أو الفواكه أو المكان أو البيوت أو الجدران أو السماء أو الأرض أو ما شبه ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته